احمدك ربي على جميل فضائلك وجليل افضالك واصلي واسلم على سيدنا محمد خير من بعست الى خلقك بجميل منهجك وبعد فقد انتهينا في اللقاء السابق الى قول الحق سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم ما في الارض جميعا ثم استيا الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وانتهينا من ذلك كله الى ان الحق بعد ان تكلم عما خلق في الكون اراد ان يتكلم عن من خلقه ليعمر ذلك الكون فكأن القصة التي بدأ الله بها قصصه القرآني كله في اول سورة ترتيبية في القرآن كانت هي قصة ادم اول الخلق ويجب ان نعلم ان كلمة قصة قد وردت في القرآن كثيرا وردت لتدلنا على لماذا جاء الله بالقصة وجاءت لتدلنا ايضا على صدق الله في الاخبار بالقصة وكأن الحق سبحانه وتعالى قد اراد ان ينبهنا حين يقول نحن نقص عليك نبأهم بالحق كلمة الحق هنا فيها ايحاء بانه قد يقص قصص ولكن بغير الحق فالله اراد ان يخرج قصصه عن دائرة القصص الذي قد يعهد فيما يأتي من الزمان كأن توضع كما يوضع الآن قصص خيالية بحثة لا مكان للواكاء فيها يريدون بها ابراز حقيقة في الوجود او علاج دائم في الوجود فالحق يقول بالحق حتى لا نعلم ان القصص الذي يقصه الله في قرآنه من لون القصص الذي سيحدث في التاريخ قصصا خياليا لا واكع له وكنت احب من الذين يسمون هذا اللون بقصة ان يفتنوا جيدا الى ان ما يضعون من قصص خيالية يجب ان يوضع له اسم غير هذا الاسم لان كلمة قصة في ذاتها مأخوزة من ماذا مما يدل على ان الذين يستعملون الالفاظ لا يعرفون تاريخ الالفاظ في اللغة كلمة قصة مأخوزة من قص الاثر ومعنى قص الاثر ان يسير المتتبع للاثر على الاثر نفسه بحيث لا يتجاوز الاثر ابدا ليصل الى مراده من نهاية الاثر فقصاصوا الاثر حينما نأتي بهم ليكتشفوا لنا جريمة وقعت ويرون اثار اقدام يسيرون مع الاقدام ليعرفوا اين ذهب صاحب هذه الاقدام فيتتبعونهم او ما ميزة بصمة صاحب القدم حتى يستطيعوا ان يعرفوه اذا فمعنى قص الاثر ان تتتبع الاثر بدون تصرف اذا كلمة قصة يجب ان لا تقال ابدا في امر خيالي ولا في امر متوهم ولا في امر لا واقع له ويجب ان لا تطلق الا على امر له واقع لا يتعداه القاص بخيال او بغيره ابدا ولكنهم يطلقون القصة ويريدون بها ما تعرفون القصة ما دمنا قد عرفنا ان الله يقصها بالحق يعني معناه انه لا تزيد فيها ابدا وانه شيء واقع ويأتي بعد ذلك ليدلنا لماذا جئ بالقصة ايضا ليلفتنا على ان نخرج القصص عن مراده بمعنى نؤلف قصصا لقتل الوقت نؤلف قصصا للملهاء لكن الحق يقول وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك اذا فيجب ان يكون مناط كل قصة تثبيت فؤاد قارئها لمعنى من المعاني يجب ان يعيشه ويجب ان يتفانى فيه ويجب ان لا يحيد عنه لم توضع لقتل الوقت لم توضع للاتجار لم توضع لزخرف نريد ان نزينه للناس ولا لاباحيات نريد ان نخطط لهم فيتلقرها الاطفال ليطبقوها في حياتهم لنثبت به فؤادك اي على منطق ينفع حركة الحياة لا على منطق يضر حركة الحياة اذا فهي بالحق وهي جاءت لتثبيت الفؤاد ومعنى تثبيت الفؤاد ابعاده عن الهزات التي تكتنف ينبوع سلوكه لتهز حركة حياته حتى يسير في حركة حياته سيرا ثابتا مستقيما لا انتواء فيه ولا زبزبة فانظروا اذا الى قصص القرآن قصص الحق من قصص الخلق القصة يجب ان نعرف شيئا عنها القصة لون من الوان التاريخ فما هو التاريخ اولا التاريخ هو ربط الاحداث بازمانها هذا هو التاريخ تعريف التاريخ ربط الاحداث بازمانها يبقى ذا تاريخ ولو كان تاريخا لشخص قد يقول قائل قد يكون التاريخ لشخص لا لحدث نقول له الشخص حدث من احداث الحياة ايضا اذا فما دام التاريخ هو ربط الاحداث بازمانها سواء كان فعلا او فاعل فعل ولكن التاريخ قد يكون مرة لحدث ثم تدور الاشخاص حول الحدث يبقى الفكرة في الحدث في ذاته ثم نأتي بالاشخاص الذين يدورون حول الحدث كما اذا ارحت للثورة الفرنسية مثلا فانك تؤرخ لحدث هو الثورة الفرنسية ثم بعد ذلك تتعرض للاشخاص الذين كانوا حول هذا الحدث اذا فالحدث يتطلب اشخاصه وقد يكون التاريخ المقصود به الشخص نقول له المقصود به الشخص وتدور الاحداث حوله يبقى مرة نريد الحدث ويأتي الاشخاص الدائرون في فلك الحدث اذا اردت ان تؤرخ للاسلام مثلا فالاسلام حدث هز الكون كله تؤرخ للاسلام كحدث ثم يأتي بعد ذلك المسلمون الاولون انك اشخاص داروا حول الحدث تعرف تاريخهم وقد تؤرخ لعمر رضي الله عنه فيقول انك ارخت لشخص ثم دارت الاحداث حول ذلك الشخص فتأتي بالاحداث الاسلامية كلها التي دورت حول شخصية عمر اذا فالتاريخ معناه ربط الاحداث بازمانها والحدث قد يكون شخصا لانه حدث ايضا في الكون لان ما في الشخص اصل قديم في الكون يبقى فان ارخت للحدث فافهم ان اشخاصا سيدورون حول الحدث ان ارخت لشخص فافهم ان الاحداث ستدور حول حول الشخص هذا هو التاريخ كل شي حدث في الكون وكل شخص في الكون يمكن ان يقول له تاريخ وكل حدث ممكن نقوله قال لك لا دا يبقى تاريخ صحيح ولكن التاريخ ما بيعتنيش الا بالاحداث المهمة الحدث المهم ثم تأتي الكصة لا لتأخذ تاريخا لا لتأخذ اهم حدث يكون حدث مسير اذا فالاحداث التاريخية بعضها مسير وبعضها غيره مسير القصة تبقى لا بد ان يكون حدثا مسيرا من التاريخ ودائما تكون فيه عقدة ويوجد فيها الحل للعقدة يبقى اذا القصة لون خاص من التاريخ مش يتعرض لمطلق تاريخ وانما يتعرض لحدث خاص مسير في التاريخ هذا الحدث المسير يبقى نشأت منه عقدة ثم حلت هذه العقدة زي ما بنشوف في الافلان يعمل عقدة وبعدين يحاول يحل الايه حل العقدة يدخلك المخرج فيه متاهات وبعدين يحللك الليه يحللك العقدة تبقى دي قصة وبعد ذلك نشوف الحدث المسير ده اللي فيه عقدة واللي فيه مش عارف ايه هل لحكيم دخل في توجيه القصة زي المخرج مثلا اذا لابد ان نلحظ ان الذي تكون القصة قد جرت في فلك كل مكان كاتب عظيم ولا شاعر عظيم ولا مش عارف ايه تناول ولا تناول ايه عظيم والمبادئ قد تكون انسانية فما بالك بالقصص حول وسل ارسلهم الله في التاريخ باضخم حدث مسير في الكون لانه سيزلزل النظم اللي موجودة ويغير العقائد ويغير حركة الحياة وهذا حدث منتظم لكل ابناء الوجود يبقى مفيش حدث مسير اكتر من كده وحدث اللي وضع مبادئ مين الحق سبحانه وتعالى يبقى ده اهم لون من الوان الايه القصص ثم تأتي بعد ذلك لتسمعه دي كلمة التاريخ ما قلناش قصة محمد بن عبد الله بنقول عليها سيرة محمد بن عبد الله خدت اسمها خاصة لوحدها خدت اسم خاص يبقى فيه تاريخ وفيه ايه قصة وفيه سيرة قالت ما قلناش انها قصة لانها من زي قصص الانبياء اللي حيجوا مويجي نبي يغير ويجي مش عارف ايه لا دي سيرة سيظل التاريخ اخذا منها الاسوة فيجب ان تقتص باسم خاص هذا الاسم الخاص هو سيرة محمد بن عبد الله فاذا ما جاءت كلمة سيرة لا تنصرف ابدا الا الى تاريخ مين تاريخ محمد يجي قصص القصص الحقي يجي قصص الانبياء في الايه في القرآن تجي تاريخها زي ما انت عايز ايه زي ما انت عايز بقى يبقى عارفنا ايه دلوقتي تاريخ قصة سيرة سيد التاريخي السيرة السيد المسود في سيد ما ليش حد اعلم منه هي السيرة لانها جمعت كل قصص الانبياء وزادت قصته صلى الله عليه وسلم والقصة التي لم تأتي بعدها قصة لم تأتي بعدها قصة يبقى ادي سيرة وبعدين يجي ايه بعدها السيرة سيدة التاريخ خلاص ثم يأتي تأتي بعدها برضو سيد بس له سيد القصة سيدة التاريخ ما قبلها. ولكن سيدها السيرة. خلاص? وبعدين يجي ايه? التاريخ. كلمة قصة بقى. مدام لون من التاريخ بس لون راقي وحدث مسير وحدث مش عارف ايه واو الاخر ويتطلب عقدة ويتطلب مش عارف حل. اه. فيه بقى. حاجات اول مجازة كده. نقول نسميها ايه? طرفة. نادرة. طرفة هو ايه? الطرفة دي تبقى فيها حاجة. يا تضحك. تقوم الوحية حتى من التاريخ جزئية بسيطة اوي. واشخاصها قليلين اوي وما تاخدش سطرين ثلاثة. مسلا تبقى دي اسمها ايه? طرفة. يعني حاجة يتفكر فيها كده في المجلس هنا. يعني مسلا زي ما دخل مسلا اشعب على المأمول وبعدين بيسأله. ويقول له يا اشعب ايهما اشهى. قال لو زينجأ من الفالوزك. يعني البالوزك. فقال له يا امير المؤمنين لا اقضي على غائب. لا اقضي على غائب. يعني معناه هاتل الاثنين قدامي وانا شو? اه. طرفة لطيفة. فقال احضروا له طبقا من هذا وطبقا من هذا. فاخذ اشعب ملعقة من هذا وتناولها. وسكت. واخذ ملعقة من التاني وتناولها وبعد ما ضغها وسكت. وخد معلقة من التاني وسكت. قال له اخذ يا اشعب. قال يا امير المؤمنين كلما اريت اردت ان اقضي لأحدهما ادل الاخر بحجته. هذه طرفة. هي حدة تاريخ بسيطة كده. مثلا تيجي مثلا كلمة ندرة اللي فيها حكمة مش بس تتفكه بها انت. لا وتكون درسا للغير. تكون درسا هي برضو جزئية واشخاص رقاللين وحاجة بسيطة اوي اوي. مثلا ييجي وشا واش بهمام ابن عبدالله السلولي الى زياد بن ابيه وزياده كان باطشا فتاكا. فلما وشا واحد بهمام ابن عبدالله السلولي الى زياد. قال زياد اجمع بينك وبينه. قال للواشي. قال للواشي اجمع بينك وبينه. ما اقدرش اقول له لا. لانه لو قال لا اعيب اكد بو خعيف. فسكت الرجل فارسل زياد الى ابن همام فاوتي به. وادخل الرجل الواشي بيتا يعني وراء استارة كده. قال ابن همام بلغني انك هجوتني. قال كلا اصلحك الله. ما فعلت ولا انت لذلك باهل. فجذب الستارة وقال ان هذا الرجل اخبرني. فنظر اليه ابن همام فوجده صديقا ممن يجلس معه. فذهب اليه وتفرس في وجهه وقال له انت امرؤ اما اتمنتك خاليا فخنت. يعني قلت لك كلمة ريحت بها نفسي. فخنتني ونقلته. واما قلت قولا بلا علمي. يدي يدي. فابت من الامر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والاسم. فاقصى زياد بن ابيه الواشي ولم يتقبل منه انعم على منوش يا بيت. دي نادرة. انما تدي قضية الوجود كل تعبان منه. هي نادرة بسيطة اوي. وافطلها كانت. تلاتة. مش كده? ومدفها وجيزة. الا انها بتعمل ايه? نادرة بسيطة. انما بتدي قضية من قضايا المجتمع. اللي يجب ان يسير عليها الحكام. حين يشي واشن بواحد يقوم يقول له طيب استنى خليك انا ويجيب بقى صاحب الشأن ويقعد بقى تبقى تنتهي المسائل. يتبطل تخلي واحد ياشي بواحد الا اذا نقل بحق. اذا نقل بحق. شوف دي ازاي عارحة. تعمل ايه في المجتمع? تبقى دي اسمها ايه? يبقى فيه طرفة? في ايه? كل دا داخل في ايه? في التاريخ. داخل. بس ما خدش مسافة. ما خدش حيز. ما خدش ابطال. ما خدش حيزة. ما عند نفسكم بارس ومش عارف ايه وعماها. ما فيش حاجة من دي بسيطة. انما ادت ايه? ادت معنى عالج. نقول له وقد تنتقل من طرفة ونادرة الى اقصوصة. اقصوصة. يعني حاجة كده ايه? برضو بقى فيها ابطال كتيرين. وتاخدها مدى واسع. مثلا. احنا نعرف ان فيه واحد كان اسمه كليب. وكليب كان يضرب به المسل في الشجاعة. ويحمي مواقع السحاب. يعني ايه يحمي مواقع السحاب? كان زمان محدش يملك الارض. ساعة السماء ما تنطر. ويطلع نبات كل واحد يروح يرعى. الكليب دا من عزته وعظمته في قومه بقى. ساعة السحابة ما تيجي هنا كده يقول اللي تنطر عليه هزي السحابة بتاعي محدش يقرب ناحيته. خلاص. محدش يقرب ناحيته. شوف كلمة يحمي مواقع السحاب يعني يجعله اه حما لنفسه. خلاص. وبعدين حصل انه اختلف مع زوج اه 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 اكو زوجته اه اكو ايه? اه اناقا هو ضربت ضرق بتاعها ومش عارف ايه فكليب ايه? راح جساث راح اتل كليب. جساث قتل كليبا. واخته جساث تحت كليب. تصور بقى الحدث المسير. اخوه اتل مين? شوف بقى. ادي قصة مسيرة وعملت عند العرب ضجة. قامت حرب عليها ظلت كذا سنة. فييجي بقى ياخد الاقصوصة تيجي بقى التاريخ مثلا يروي لنا صاحب الاغاني وانا يروي لنا الاقصوصة. لان فيها شيء من الايه? اه شيء من الايصارة. عدث الناس منتظرين ايه اللي هيحصل? ايه اللي هييتم? ايه اللي مش عارف ايه? جليلة موقفها ايه? جزهة ايه? اتقتل واخوها هو اللي ااتل وحياخده اكتر من ايه? من صاحب الاغاني لما يتكلم بقى يقول لما كتل كليب كليب كتل? اجتمع نساء الحي للمعتم. زي عندنا كده. فقلنا لاخت كليب رحر جليلة عن معتمنا. جليلة اللي هي من? مرة كليب. فان قيامها يعني في المعتم شماتة وعار علينا عند العرب. فالتفتت اخت كليب الى جليلة. وقالت لها يا هذه اخرجي عن ما اتمنى. شوف اول بقى فانت اخت قاتلنا وشقيقة واترنا. فخرجت جليلة تجر اعطافها من الخزي. فلما ذهبت بلغها ان اخت كليب قالت رحلة المعتدي وفراق الشامت. ساعة ما خرجت جليلة اخت كليب قالت ايه? رحلة المعتدي وفراق الايه? فضحكت. وقالت اوى تفرح الحرة بهتك سترها وترقب وترها? كلام. كلام له معنى. اوى تفرح الحرة بهتك سترها وترقب وترها? كتك سترها في ان جزها مات. اللي هو سيد من سادات العرب. ومتركبة بقى ان اخوها رحلة يتقتي الفطار. اوى تفرح الحرة بهتك سترها وترقب وترها? هل لا قالت نفرة الحياء وخوف الاعتداء? يعني دي الكلمة اللي كانت تناسب مين? تناسب. شوف كلام كله ايه? اه دا كلام تخاطب. كلام عادي عشان تعرفوا كيف كانت لغة الناس على العربي على السنتين في الكلام البديهي كده. كلام عادي. فلما ذهبت الى ابيها مرة رقاها وفي النساء في الميتم مش معقول تسيب الميتم دلوقتي. فقال لها ما وراءك يا جليلة? قالت سكن العدد. وحزن الابد. وفقد حليل وقتل اخ عن قليل. وبين زين غرث الاحقاد وتفتت الاكباد. طب الكلام. فقال له اوى يكف ذلك كرم الصفح واغلاء الديات? يعني يمكن لما يصفحهم ونغلي دية كليب يسكتهم. قالت امنية مخدوع ورب الكعبة. ابي البدن تدع لك تغلب دم ربها? بالاي شوية ابل تدع تغلب دم ربها? ثم انشأت تقول قصدتها المعروفة. لما بلغها ما قالته اختي يا ابنة الاقوام ان شئت فلا تعجلي باللوم حتى تسألي. فاذا انت تبينت الذي يوجب اللوم فلومي وعزلي. فعل جساس اخوها على وجدي به قاصم ظهري ومدن اجلي. هدم البيت الذي استحدثته وانسنى في هدم بيت الاول. يا قتيلا قوض الظهر به سقف بيتي جميعا من عليه. فانا قاتلة مقتولة. ولعل الله ان يرتاح لي. يعني ربنا ياخدني وانتح. تبقى دي اقصوصة. اسمها ايه? فيها ابطال كتير نساء ومقتم ومش عارف ايه وعملية وحدس مسير ومش عارف ايه دي ايه اقصوصة. وبدل ننتقل الى الايه? القصة تبقى ايه? اطول شوي. حق سبحانه وتعالى ادينا برضو. حاجة للقصة وحاجة للاقصوصة. في سلط الكهف. اما حسيبتم ان ايه? اصحاب الكهف والرقيم? اه? كانوا من اياتنا عجبة. از اول فتيات الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وايء لنا? من امرنا ايه رشدة? فضربنا على ازانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعسناهم ايه? ليتساءلوا ايه? لنعلم ايهم ايه? اي الحزبين ايه? اي الحزبين اه? اه. اه. وبعدين قال نحن نقص عليك نبقهم بالحق. فكأن الاولانية دي بس كده يعني اقصوصة بسيطة. انما نحن نقص عليك نبقهم بالحق. وجد ما يشرح الشيط الكلام. انهم بقوا قعد يصعوا للقصة الى ايه? الى اخرة. اذا نظرنا بقى الى القرآن نجد كما قلنا قصصه بالحق. مش خياليات. والقصص القرآني هو اللي محافظ على شرف الكلمة. الاستعمال. لانه قص الايه? قص الاسر. قص الايه? قص الاسر. وقال لي نثبت به ايه? فؤادك. كلمة لنثبت به فؤادك دي? تدينا لماذا تكررك كثير من قصص القرآن? يعني قصة تيجي في كم موضع. ليه? قال لك لان العلة ايه? ما العلته في القصص. مش تثبيت الفؤاد? ومعنى تثبيت الفؤاد ايه? ان الفؤاد عرض لان تنهزه الاحداث. نؤمن ايه نثبته بحاجة? وهل الاحداث التي مرت بالدعوات ومر بها رسول الله. كانت حدثا واحدا يحتاج الى تثبيت واحد? ولا كل شوية يحصل ايه? حدث. يوم ينزل له. كل شوية يقول له افتيكر موسي. كل ما تحصى يقول له افتيكر موسي. افتيكر موسي. افتيكر. ده احنا لما بنجي نقرخ لثورة 23 بنسمع بقلنا 28 سنة تاريخ الثورة. وبرضه نجيب ثورة ايه? انما بنجيب كل مرة ايه? حتة زوية. حتة شوية. حتة ايه? وبرضو عملين بنقول. اه. يبقى مدام القصص جاء للتثبيت زي ما بنقول برضو عندنا علشان تثبيت المبادئ ومش عارف ايه? كذلك قصص القرآن. مدام جاء للتثبيت والتثبيت يختضي ان احداثا تهزوا. وكذلك اللي يهموا هزي الاحداث يوم لازم ييجي كل ما تيجي عاجة يقول له افتيكر. موسي حصل له كذي. اي 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 اولو حصل له كذي. وبعد يجي حدث تاني يصير برضو مش عارف ايه? نقول له يا اخي اتكر برضو. بس خدوا بالكم بقى ان مش بيجي الحدث مكرر كما تفهمون من التكرير. بيجي مكرر في جملته عشان يثبت الفؤاد. انما يروح مد لقطة مش موجودة الاول. زي ما بنسمع كل سنة سر من اسراء سرهم ثلاثة وعشرين. مش بيحصل كده دلوقتي? قولك دي معلومات ما تمنشرتش قبل كده. معلومات مش. الله. اذا فهيكلوا الحدث العامي وكرر. انما ما فيه من? من خبايا هو اللي ايه? هو اللي ايه? مثلا اكبر قصة كررت في القرآن قصة موسى. كل ساعة موسى موسى لانه كان بيعالي قوم وحشين اوي ايه. فلما يجر الحق سبحانه وتعالى في كل المناسبة يروح ايه? جايب لقطة. بس اللقطة تدي. انت تظلم انه بيكرر قصة موسى. انما هو برضو بيكررها بس بيكرر القصة للحم اللقطة التي يريدها. للحم اللقطة? يعني مسلا. يجي مسلا يقولك ايه مسلا? واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. ولا تخافي ولا تحزني. انا ردوه اليك وجعلوه ايه? من المرسلين. وبعدين يقول ايه از اوحينا الى امك ما يوحى ان اقزفيه في التابوت فاقزفيه في اليم. فليلقيه اليم بالساحة ليأخذه عدو لي وعدو له. واحد سطح يظن ان ده تكرار. قل له يا اخي افهم مش تكرار. دي لقطات من حدث. اذا اجتمعت مع بعضها تتكون القصة. لاني لما تفهم. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه. يدل على انه يعدها الاعداد للحدث قبل ان يقع الحدث. بدلين فاذا خفت عليه فالقيه ايه? في اليم ولا تخافي ولا تهزني. انما ساعة مجيه الحدث نفسه ولذلك تجد السرعة الثانية. ساعة مجيه الحدث قل ايه? يلا زي ما قلتلك القيه في اليم ولا تقعب. قلنا انا القيت اوامر اوه اوه از اوحينا الى امك ما يوحى ان اقزفيه في التابوت فاقزفيه في اليم فليلقيه اليم وبالساحة. ايه اخذوه? كلام ايه? اكلني ده ساعة الايه? ساعة الحادثة. انما دو كان. اعداد للحادثة حين تقع. فده يبقى شيء? وده شيء انت يقايل لكنه مكرر. نقول له لا افهم. افهم المعطيات القرآنية تجد ان ده له وقت وهذا له ايه? ولذلك كان لذلك اسلوب الرتابة للامر يعد له. ودي اسلوب الايه? السرعة اوحينا الى امك ما قالش ايه? ما ايوحى اوحينا ايه? انا قلت له اللي قلته له. اه يبقى معناه انه ايه? الوقت ايه? ديق اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاتسفيه في اليم فليلقيه اليمه في الساحل اقذفيه في اليمه حتت مجادش في القصة الاولنية. فليلقيه اليمه في الساحل. مجادش القصة الايه? اه يبقى اذا كل حاجة جاية ايه? صحيح فيه. مجملها تكرم لايه? القصة في لما اللقطات مختلفة. لان كل لقطة جاية مناسبة للمقام الذي ايه? فحين يعد الله رسوله لامر من الامور يجيب الاعداد. ان ربنا لا بياخدكوش على غير يا رسل بيعدلكم ويمدي لكم. ولما تيجي الحدسة وتقع يجيب التانية اللي هي ايه? وده اسلوب تأتي فيه الرتابة وهذا اسلوب تأتي فيه الايه? سرعة الحركة. لان الوقت مش ايه? ولذلك شوف كلمة از اوحينا الى امك ما يوحى. زي ما تقول قدينة قلت له ما قلت. يعني الوقت مش ايه? ما اسمحش بان انا ايه? او شو المسحالة? هو بدي يثبت عداوة بين فرعون وبين مين? وبين موسى. احنا قلنا زمان ان العداوة حين تكون من جانب واحد لا تطول. لكن العداوة اللي تطول تبقى العداوة من ايه? من الجانبين. لان لما تكون عداوة من جاء واحدة واحد تاني ما بيعملش بعداوة حيعامل بشيء من الاناة بشيء من الحلم شيء ويمكن دوك هيخزي الناس يقول له يا شيخ انت عملت كذا هو ما عملش كذا فتنتهي ايه? اسواب العلاوة. ما بينصيرش حطائص. ما الذي يمد اسواب الجدل? انك انت قد تقول كلمة نص متعبة. انا اقول كلمة ثلاثة ربعة متعبة. انت تقول كلمة متعبة واحد صحيح. انا اضربت اضطر اقول كلمة متعبة اثنين. انت تضطر تقول كلمة متعبة ثلاثة المسألة. انما لو انها كده وانا سكبت. انتهت المسألة. ازا فالعداوة لا تحتدم الا اذا كتبن ايه? بين اثنين اعداء عدوين. طيب يأخذه عدو لي وعدو له. اثبتت العداوة من جانب من? من جانب مين? يأخذه عدو لي وعدو يبقى اثبت العداوة من انا فرعون لني مين? لله ولي? اوه سيدنا موسف. طيب العداوة دي بقت من جهاتهم. يجي في الاية التانية برضو حيقوله فاها ايه? نقوله فاها تكرير. يقول لا. ما فيش تكفال تقطه قاله فرعون ليكون لهم عدوا. بقت العداوة من جهته هو. بقت الان اولى العداوة من جهة مين? والعدوة التانية جات من جهة مين? اه يبقى العداوة من الجهتين تبقى المعركة حتحتها. اه يبقى ما تقولش انه بيكرر بقى. هو بيكرر مجمل القصة ليلحم اللقطات. زي ما قلنا بنكرر الكلام في ثورة ايه? وقامت وبعدين نجيب اللقطة اللي احنا عايزين. اللي سمح الزمنه ان نسمعها. مش كده ولا لا. اه اه او الاحداث اللي بنعيشها تتطلبها. يبقى ايزا ده مش ايه? يجي مسلا يقولك ده مرة بيقول ان العصاة بقت صعبان ومرة يقول انها بقت جان ومرة يقول انها بقت حية. ها? هي ايه? نقوله هي ايه? هي مش عصاية واحدة? قل له يا اخي ايه? صعبان عايز خفة حركة. حية حايزة لذعة الحية مش كل صعبان سامة انما كل حية سامة. افهم ولا لا. وبعدين جان الفرخ اللي يتحرك كده. يبقى ايزا دي احوال للعصا. فرؤية رؤية صعبانا وحية وجانا في قان واحد. يبقى ايزا التكرير مش جاي كده يعني. يبقى ايزا يجب ان نفهم ان الحق سبحانه وتعالى لما يجي يتكلم على موسي مرة يتكلم على البلوادي الايمن ومرة يقول في البقاك المباركة من الشجرة وبعدين يقول لك ده الكلام ده عند الطور. ازا كل لعطة بتديني ايه? بتديني حتة من الحدث. بحيث ازا جمعت اللقطات حول الهيكل العام من القصة جاءت كل اللقطات. انما مدش كل اللقطات في عطاء واحد. ليه? لانه يقصد تثبيت قلب رسول الله وقلب الملتفين حول رسول الله. وسيتعرضون لاحداث شتى تتطلب ان نقص عليهم شيئا. طيب وايه? لان فيه فرق بين ان يثبتك نظريا بحكمة. وبين ان يثبتك بواقع وقع لمثلك من الرسل. ما كنت بدعا من الرسل. يعني حصل. وواقع. وناس برضو كفهم. وناس عملوا. اه. والشيء اذا كان واقعا. هما بيعملوا له القصص في الامر الخيالية. لان الشيء لم يبقى له واقع. اه. بيبقى اوقع ويه? وله رتابة. اذا فيجب ان نستقبل قصص القرآن على انه قصص الحق. اوعى تذهب بظنك كما يذهب البعض ان دي مسائل ربنا بس ايلها كذا زي ما بيقول هما ايه? قصصهم. خلاص? وجاءت لنسبت به في ايه? في ادم. وتكرارها انما لتكرر التسبيت. ومع انه جاء لتكرر التسبيت فكل تكرير له ايه? له قصة. هتيجي. وان زلك هنيجي في قصة اه. اه قصة ادم دي. تعرض لها في خمس سورة. في البقر. وتعرض لها تعرضا خفيفا في اهل عمران. في المائدة. لا في اهل عمران الاول. ان مسلا عيسى عند الله كمسلا ادم خلقه ايه? من تراب. ثم قال له كنفاكون لعطة خفيفة كده. عشان التنظير بس. وبعدين جاءت في الاعراف. وبعدين جاءت في الاسراق. وبعدين جاءت في الكاف. وبعدين جاءت في طاعة. ادي قصة ايه? خلقه. انما انت لما حتيقعد بقى ان شاء الله كده. وتفتح المصحف. او علشان ما تتعبشي. تروح نائل القصص في القرآن. ما تعرض لها في القرآن. وحط وراء افريحة كده ما تعرض لها في ايه? في الاعراف. وحط ما تعرض لها في الايه? في الاسراق. وحط ما تعرض لها في الكاف. وحط ما تعرض لها في طاعة. تجد هيكل القصة العام. هو خلق ادم. انما كل واحدة جاء اللقطة. اهي قصة البقرة? ايه ايه اللي تميزت بايه? بلاغ اول بلاغ من الله عن ادم. واول للملائكة اعلام الملائكة به. ورد الملائكة. مش كده? وتعليم ادم الاسماء. وعجز الملائكة عن الان. دي مش موجودة في ايه? في البقية. مش كده ولا لا? اه. وبعدها لما جيه عنده ابليس. قال انه هو امتنى عن السجود. تقول ان تجي قصة تاني. تعلن لماذا امتنى عن السجود? وماذا قال على الامتناعية عن السجود. الا اسجد لمن خلقت طينا? انا خير منه وخلقتني من النار وخلقتهم. تبقى دي تيجي لقطة. لقطة ايه? لقطة تاني. وبعدين تيجي لقطة تالتة في سواء. تقول ان تتكلم عن اني الانظار انظرني الى ما بجتش في البقرة. اني بجت في حتة تانية. وبعدين الحوار بتاعه في انه سيغوي كل الله. كل بني ادم. ومنهجه في الاغواء. جيه ولا جش. الله في حتة تانية. وبعدين حتة تالتة. اه تتعرض لجنسيته. جنسيته ما جاتش اللي في صورة الكهف. يعني صورة الكهف بس جاية عشان تسويت ايه? هوية ابليس. من ايه? لانه لما في الادكة تفهم انه من الملايكة بدليل انه ايه? اوخذ على امتناعيه من السجود. وامضج ويقول لك كيف يكون ملكا والملك لا يعصى الله ما امره ويفعله ايه? ما يؤمر به وازاي يعصى وده مش منطق وده مش عارب ليه? فان لم يكن ملكا ازاي دخل في الامر وعوقب على انه ايه? لم ياسجد. وبعد ان تجي قصة الكهف تروح ايه? الكلام في الكهف يمروح حاسم الموقف. يقول ايه? ويسقول لنا الملايكة تسجدوا لادما فسجدوا وقال له ابليس. ايه? كان من الجن ففسقا عن امر ربي. ما جاتش في اي لقفة من اللاقفات اللي يفعل. يبقى هنا اسماتة هوية ميت. هوية ابليس. الله. منهج الاغواء مجاشي. الا احنا. قال له انظرني الى وبعسون. لا اغوينهم ايه? اجمعين. الا عبادك منهم الايه? المخلصين. وبعد ان لقاتي انهم من بين ايديه. منهجه في الاغواء مجاشي اللهين. الله. يبقى ازا كل قصة يبقى تكررت قصة ادم في هذه الصور تكررت في مجموعها العام. في مجموعها? كقصة ادم. الا انه. لم يتكلم عن مادة الخلق في الصور. وبعدين حيقول خلقت النمطين. انما في حضة تاني قال بس كده. مش كده? اللي بس قال فاذا سويته ولفقت فيه من روانا. قال سويته مالا. بس كلام ايه حيات. اخلقوا من ايه? عرفناها من ايه? ازجدوا لمن خلقت ايه? طينا. طينا. مش كده ولا لا? اذا فكل قصة من القصص المذكورة في القرآن ايه? لها ايه? لها لقطة لا توجد في القصص الاخرى. ولم يرد الله ان يجعلها في قصة واحدة لان الله لا يريد سرد تاريخ. وانما يريد من القصة تثبيت الفؤاد. وتثبيت الفؤاد لرسول جاء على فترة من الرسل في قوم ضالين عن منهج الله. يحتاج كل مرة الى ان نذكره بكيف خلق الناس من خلقهم. بدليل انها علقت بزهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالها في حجة اللداء. ليه في اخر حاجة عهد بالامة. قال كلكم لادم وادم من تراب. فيريد الله بتكرير القصة ان يسجل هذه المسألة. ويريد الله بتكرير القصة ان يذكرنا دائما بعداوة الشيطان وعداوة ابليس. لا. علشان نفضل لان المنهج كله كده. المنهج ايه? رسالة من السماء بفعل ولا ايه? ولا تفعل. وشيطان يغوي. واناس تستقبل اغواء الشيطان. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا الى لقاء اخر. نتم فيه ما بدأنا من قصة ادم. والى اللقاء ان شاء الله. اللقاء ان شاء الله.